موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام السلام عليكم طلابنا الأعزاء أينما كنتم نرحب بكم من على شاشة فضاية العراق التربوية درسنا لمادة الكيميال السادس العلمي وصلنا معاكم للفصل الثالث الاتزان الأيوني طبعا الاتزان الأيوني من الفصول أيضا العائدة لمادة الكيميال السادس العلمي الذي له ثقله في الامتحان الوزاري أعزان الطلبة بداية هذا الفصل هناك بعض النصائح والإرشادات أرجو التقييد والالتزام بها يجب حفظ المعادلات لكل من الحوامض والقواعد والأملاح ليتسنى لنا فهم الأسئلة والحسابات الرياضية المتعلقة بهذا الفصل يعني هناك حوامض تكون قوية أو ضعيفة وعدنا قواعد قوية أو ضعيفة وعدنا أملاح وكل جزء له قوانينه وأسئلته الخاصة به لذلك عزائنا الطلبة نهيب بكم أنه المتابعة اليومية وإحنا معاكم إن شاء الله ورح يكون هذا الفصل أيضا من الفصول السهلة والمتداولة وزاريا وكذلك الحال في الامتحانات الشهرية ونتمنى لكم الموفقية فصل الثالث الاتزان الأيوني هي حالة اتزان تنشأ ما بين الأيونات الموجبة والسالبة في المواد الألكتروليتية إذن تنشأ هذه حالة نتيجة عملية التأيين لهذه المواد إلى أيونات موجبة والسالبة وعلى هذا الأساس تقسم المواد من حيث إيصالها للتيار الكهربائي إلى نوعين المواد الألكتروليتية والمواد الغير الألكتروليتية المواد الألكتروليتية هي المواد التي محالي لها المائية أو منصهراتها لها القابلية على التوصيل الكهربائي لماذا لاحتوائها على أيونات موجبة وسالبة كالحوامض والقواعد والأملاح المواضع اللي درسناها في المراحل السابقة وهنا يفضل وتعزز الإجابة بذكر المعادلات الكيميائية الخاصة بكل مفهوم يعني مثلا أخذت الحامض ناخذ مثلا حامض الهيدركلوريك HCL معادلة H موجب CL سالب قاعدة مثلا هيدروكسيد الصوديوم NaOH Na موجب OH سالب ولتنسى أعداد تأكسد الناتجة من تأيون تلك الأيونات للمواد الإلكتروليتية وهذه بدورها تقسم إلى نوعين مواد الإلكتروليتية قوية ومواد الإلكتروليتية ضعيفة المواد الإلكتروليتية القوية هي المواد التي عند إذابتها في الماء تتأين بشكل تام إلى أيونات موجبة وسالبة وتكون جيدة التوصيل للتيار الكهربائي مثال عليها ذكرنا HCL حامض الهيدركلوريك H موجب CL سالب عند تأيونه كذلك الحال عندنا المواد الإلكتروليتية الضعيفة هي المواد التي عند إذابتها في الماء تتأين بشكل غير تام وتكون رديئة التوصيل للتيار الكهربائي الحوامض والقواعد ولم لا حاضرة مثال على الحوامض عندنا حامض الخليك CH3COOH عند تفككه وتأيونه يعطي CH3COOH الموجب أما المواد الغير الإلكتروليتية هي المواد التي محاللها المائية أو منصهراتها ليس لها القابلية على إيصال التيار الكهربائي ليش أعزاء طلبه لعدم قدرتها على التأيون الآيونات موجبة وسالبة ولا تنسى المثال عندنا مثلا الكحولات الكحول المثيلي CH3OH عند إضافة الماء إليه يبقى الكحول كذلك الحال السكريات سكر لكليكوز C6H12O6 عند إذابته في الماء يبقى السكر على حاله لا يتأين إلى آيونات موجبة وسالبة الأسترات مثلا عندنا خلات المثيل أيضا عند إذابته في الماء لا تتأين إلى آيونات موجبة وسالبة الكلام التي تحدثنا عنه تعالوا معي عزيز الطالب دعونا نرى الفصل الثالث والاتزان الآيوني إذن أعزائنا الطلبة عندنا هذه المقدمة وضحها طلابنا الأعزاء أول ما نجي عندنا هذا السؤال وقبل الدخول بالمعطيات الأخرى تعتبر المحالي الهامة جدا في الكيمياء ليش؟ لأن التفاعلات الكيميائية تحدث في الغالب في المحاليل لذلك المواد الألكتروليتية والمواد الغير الألكتروليتية مثل ما عرفناها نجي الآن إلى المحلول المائي هو مزيج متجانس ناتج من ذوبان مادة اللي المذاب في الماء اللي هو المذيب ليخذناه في مرحلة سابقة مرحلة الخامس العلمي المحلول هو مزيج متجانس مكون من مادة مذابة في مذيب وغالبا ما يكون الماء هو المذيب لذلك هذا المحلول المائي هو ناتج من عملية تأيّن لهذه الأيونات للمواد الألكتروليتية اللي شرحناها قبل قليل وانطينا نبذة مختصرة عنها تعال نكمل بالنسبة لنا الشرح عزاة طلبة تقسم المواد إلى صنفين رئيسيين حسب قابلية محاليها المائية على نقل التيار الكهربائي وهي المواد الألكتروليتية والمواد الغير الألكتروليتية طبعا هذه المصطلحات اللي ذكرناها ترد وزاريا ياما على شكل مفاهيم أو مقارنة فدير بالك من رح نشرح أذراتي تحضرنا ورقة وقلم اسجل أنماط الأسئلة المتعددة في هذه المفاهيم التي قد ترد في الامتحان وأرجو التركيز على هذه المواضيع التي يتم شرحها ورح نشرحها بالتفصيل لأن أنتم تستاهلوها تعال معزز الطالب عدنا المواد الألكتروليتية المواد التي لمحاليها المائية القابلية على توصيل التيار الكهربائي القابلية على توصيل التيار الكهربائي ليش؟ لأنها تتأيّن إلى أيونات موجبة وسالبة وهذه بدورها قلنا تقسم إلى أنواع ورح نجي نشرحها بالتفصيل إذن أعزائي الطلبة الألكتروليتات كما مبين أمامك عزيز الطالب ما هي عدنا سؤال ما هي أهم السمات المميزة للألكتروليتات أولا قابلية على إيصال التيار الكهربائي في حالتها المنصهرة أو عندما تكون موجودة على شكل محلول في مذيب مستقطب ثانيا تكون محصلة الشحنة الكهربائية المحالية لإلكتروليتات مساوية للصفر أي أن محالية تكون شنو متعادلة كهربائيا يعني شنو معناته متعادلة كهربائيا مجموع الشحنات الموجبة يجب أن تساوي مجموع الشحنات السالبة فيكون المجموع الجبري لهذه الشحنات يساوي صفر ضمن المحلول المتعادل هذه هي النقطة التي أشارنا لها تعال نكمل أعزائي الطلبة إجابة هذا السؤال عند ذوبان الألكتروليتات في مذيب مستقطب كالماء فإن محالي لها سوف يتضمن أيونات موجبة وأيونات سالبة تعتمد قابلية المحلول الألكتروليتي للتوصيل الكهربائي على طبيعة الأيونات المكونة له وعلى تركيز الأيونات إضافة إلى درجة حرارة المحلول يمكن تصنيف الألكتروليتات حسب قابلية لنقل التيار الكهربائي إلى صنفين الألكتروليتات القوية والألكتروليتات الضعيفة الألكتروليتات القوية المواد التي تتفكك تتأيين بصورة تامة الأيونات موجبة وسالبة وينتج عن ذوبان هذه الألكتروليتات في الماء محالي العالية التوصيل للكهربائية بسبب تفككها التام في محالي لها المائية إلى الأيونات ملاحظة أن تأيين الألكتروليتات القوية تأيين تامة في محالي لها المخففة يكون جزئيا في محالي لها المركزة لذلك عزاء الطلبة هذا بعدين إن شاء الله موضوع نوصل لعمليات التخفيف والقوانين المتبعة في حال هكذا نوع من الأسئلة هنا عزاء الطلبة عندنا ملاحظة بسيطة إن بالنسبة أن بشكل عام هناك ثلاثة فئات من المواد الألكتروليتية القوية هي الحوامض القوية مثل ما قلنا والقواعد القوية ومعظم الأملاح الذائبة في الماء حيث تكون هذه المواد متأينة بشكل تام أو شبه تام في محالي لها المائية المخففة أعطي أمثلة على الألكتروليتات القوية أعزاء الطلبة وضحنا هذا المفهوم وأرجو الانتباه في ذكر أي مفهوم سواء كانت المواد الألكتروليتية أو المواد الغير الألكتروليتية الألكتروليتات القوية الألكتروليتات الضعيفة يجب أن تعزز بمعادلة إذ أن المعادلة مكملة للمفهوم فلذلك نهي بطلبتنا لأعزاء حفظ الحوامض والقواعد ولخصناها لكم وتعال معي خلي نشوف شين هي المعادلات المطلوبة منك وقلت لك عن لوان وتكتبها ورقة وقلم وتحفظها لأنها أساسية في حال الأسئلة الرياضية تعال معي عزيز الطالب إذن هنا نطيك بعض الأمثلة ونطلب ونهي بطلبتنا لأعزاء حفظ هذا الجدول الذي يتضمن المعادلات للألكتروليتات القوية حسابات الألكتروليتات القوية يقصد بالألكتروليتات القوية اللي حيشين عنها الحوامض القوية القواعد القوية الأملاح كثيرة الذوبان اللي بصورة عام نقول عليها الأملاح المتعادلة فلذلك رح ندرس هذه الأسئلة الرياضية المتعلقة بهذا النوع لكن يجب حفظ المعادلات بصورة تامة عدنا الحوامض القوية مثال عليها حامض الهايدروبروميك وحامض الهايدروكلوريك وحامض النتريك وحامض الكبريتيك حفظ المعادلة HBR HMGBR HCL HMGCL HNO3 HMGNO3 داشوف التأيون والتفاكوك يكون تام ونرمز له بسهم كما مبين أمامك وهنا H2SO4 2HMG زائد SO4 سالب 2 القواعد القوية عدنا هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم وعدنا هيدروكسيد الكاليسيوم وهيدروكسيد الباريوم أيضا تفاكوكها تام يطيني أيونات موجبة وسالبة كما مبين أمامك بعض الطلبين يشير إنه أستاذ شون أعرف الحامض والقاعدة وشلون ميزة عن الملح رح نطيك نبذة مختصرة لدراسة سابقة في مرحلة المتوسطة وكذلك الحال في مرحلة الخامس العدادي أعزائي الطلبة الحامض أعرفه من شغلتين هاي خليها ببالك يا أما من اللفظة يبديها بكلمة حامض أو من الصيغة الكيميائية الحوامض تبدأ بالهيدروجين وأحيانا تنتهي بالCOOH مثل يش عندنا حامض الخليك CH3 COOH أو يبدي بالهيدروجين HCL H موجب CL سالب القواعد أيضا من شغلتين يا أما من اللفظة يبديها بكلمة هيدروكسيد أو ميا من ينتهي بالOH أي قاعدة لازم تطيق OH وأي حامض يطيق H زين الملح شو نستاد؟ الملح لا BH ولا OH وبعد لأنه هو ناتج من تفاعل الحامض مع القاعدة لكن أنتبه الأيون السالب ينتهي بأحد المقاطع لو يد لو آت لو يت يد كلوريد السوديوم آت خلات البوتاسيوم يت نتريت السوديوم لاحظ هاي معلومات بسيطة عالمود نفهمها قبل الذهاب إلى حل هذه الأسئلة الرياضية المتعلقة بهذا النوع لذلك لازم أحفظ المعادلة وأعرف شو نكتبها ونتهي قبل الذهاب إلى الحسابات لذلك عزائي الطلبة شرط أساسي هذا الفصل عالمود نضبطه ونحصل للعلامة الكاملة أضبط للمعادلات عالمود نذهب إلى الحسابات الرياضية وكيفية حلها إذن نلاحظ أنه الأسئلة المتبعة في حل هكذا نوع عائدة لهذا الفصل يجب الانتباه إلى المعادلات شكرا جزيلا للأصغاء ونتمنى لكم الموفقية ترجمة نانسي قنقر